اشتركوا في القناة نستمع إلى هذه القصة ونلاحظ كلمات الموجودة فيها هيا بنا في يوم من الأيام ركب فادي الفرس وذهب إلى المزرعة شاهد فادي خاروف صغير وشاهد أيضا قنفود جميل يأكل التفاح وشاهد الفراولة اللذيذة وقال فادي سبحان الله الخالق ما أجمل هذه الفاكهة وما ألد طعم الفراولة نعم تذكرت أختي فرح تحب الفراولة أيضا يا ترى أين أنت يا فرح أين أنت لقد تذكرت إنها تلاحق فراش إنها تحب الفراش وملاحقته ولكن تعود حزينة لأنها لا تستطيع إمساك الفراشات ضحك المزارع فادي وعاد إلى المنزل سعيد هيا يا أحبائي نذكر الكلمات موجودة في القصة فادي فرس خاروف فراولة تفاح قنفط فراش أحسنتم جميع هذه الكلمات تحتوي حرفا مشترك ما هو الحرف المتكرر في جميع هذه الكلمات هيا بنا لنتعرف عليه إنه حرف الفا أحسنتم اسمي فا صوت إف اسمي فا صوت إف أحسنتم يا أحبائي هيا بنا نرحب بحرف الفا أهلا وسهلا بحرف الفا هيا نتعلم كلمات تحتوي حرف الفا أحسنتم ننظر إلى الكلمات للقصة فادي فراس أين يقع حرف الفا في كلمات فادي في أول الكلمة كلمات فراس كذلك في أول الكلمة ننظر إلى كلمات خاروف أين يقع حرف الفا في آخر الكلمة منفاصل في آخر الكلمة منفاصل كلمة قنفود أين يقع حرف الفا في وسط الكلمة وكلمة تفاح أين يقع حرف الفا في وسط الكلمة أحسنتم أيضا ننظر هنا إلى هذه الفاكهة اللذيذة هل تعرفون ما اسمها؟ فراولة أحسنتم أين يقع حرف الفا في أول الكلمة في أول الكلمة ننظر إلى كلمة فراح أين يقع حرف الفا في أول الكلمة كلمة الفراش فراش أين يقع حرف الفاء في أول الكلمة الآن سنقرأ حرف الفاء مع الحركات الطويلة هيا نستذكر الحركات الطويلة هي ألف الماد وولماد وياء الماد أحسنتم حرف الفاء مع الألف والماد فاء والفاء مع وا والماد فو والفاء مع ياء الماد في أحسنتم فاء فو في أعيد فاء فو في والآن الفاء مع الحركات القصيرة فاء فتحة فاء فتحة فاء فاء مع الضم فو الفاء مع الكسرة فى 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 هيا يا صغاري نتعلم كتابة حرف الفاء هيا ركزوا جيداً أرسم أرسم دائرة ثم خط عمودي ثم خط أفوق فوق السطر ثم أفوق منحني قليلاً إلى الأعلى أحسنتم أحسنتم يا صغاري أعيد هيا لنعيد كيف نكتب حرف الفاء كيف نكتب حرف الفاء نرسم دائرة خط عمودي ثم خط أفوق فوق السطر ثم أفوق ومنحني قليلاً إلى الأعلى إلى الأعلى أحسنتم هكذا نكتب حرف الفاء أحسنتم صغاري اشتركوا في القناة